اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتخيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي ربما في هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث عن نفس الموضوع الموضوع مهم جداً ويتعلق بالأحداث التي حصلت وتحصل في العراق وفي كل الوطن العربي وبدءاً موضوع العدوان الصيوني على غزة وكيف كانت رجد الأفعال العربية وكيف كانت رجد الأفعال في العراق واستغلال إيران والميليشيات في العراق للدعاية قضية انتماءهم لقضية فلسطين ودفاعهم عن فلسطين وكنا يعرف شيعة وسنه وكراد وعرب وكنا مسيحيين واسلام وكنا لا تحتاج لا تحتاج إلى طائفة الحديث عن طائفية ولا تحتاج عن سني وشيعي ولا تحتاجنا أن نتحدث كعراقيين كنا نعرف وكنا شاهدنا وكنا شهود على هذه القضية أن كل هذه الميليشيات ليس لها علاقة بفلسطين نهائياً لا من قريب ولا من بعيد وليس لهم علاقة بالفلسطينيين لا من قريب ولا من بعيد والدليل على ذلك أنه في عام 2003 عندما جرى احتلال العراق أول من تمت مطاردتهم هم الفلسطينيين وهذا واقع حال لا أحد ينكره ولا أحد يدعي غير شيء وطاردوهم واخدوا بيوتهم ومنطقة البلديات تشهد وطاردوهم وتهموهم النبعثية وجمع الصدام ومعرف منه وقتلوا منعدهم كثيرين وغيبوا منعدهم كثيرين وترجوا كثيرين وراحوا إلى جماعات متحكمة بالميليشيات وترجوهم أن يعفون عنهم وماعدهم مكان وذولة فلسطينيين اللي جايين في العراق من 1948 غالبيتهم من 1948 ولم يعطيهم العراق جنسية وبقوا مثل ما هم ولاقي لهم مكان يعني سقف يؤويهم في العراق طاردوهم وبقوا بالصحراء مع الأنبار قريبا من حدود الأردنية لشهور عديدة وبعدين جدت لمم المتحدة وأخذتهم والآن سمعوا صوتكم غالبيتهم في الأرجنتين وبالبرازيل ذهبوا إلى هناك أخذوهم إلى هذه البلدان البعيدة لأنه ما حد يدخلهم هذه الأردن وضحها الاقتصادي لا يتحمل وضحها للسياسي والجغرافي والاقتصادي والسكان يتحمد سوريا كانت في وضع لا يقبل وأخذوهم وبقوا في الصحراء هذه وبالتالي أخذوهم إلى جتل أمم المتحدة ونقلتهم آلاف مؤلفة عوائل كثيرة أخذوهم إلى درجنتين والبرازيل ومعرف وين وشيلي وهذه الدول في أمريكا الجنوبية والله يعينهم هذه واحدة من القصص والقتل والتعذيب ومطاردتهم واتهاماتهم قضية كبيرة جدا جدا وإحنا شاهدنا الكثير من عدهم وكتبوا ويعني ونشروا كثير من الكتب وكثير من المجلدات والصور ومجلات فيها صور عن التعذيب اللي جرى عليهم والقتل وجثثهم بالشوارع وهذه معروفة والميليشياء طاردته في كل مكان ما الذي حصل يعني ما الذي بدأ لكي تتحول القضية والصير فلسطينيه والفلسطينيين هما كذبة كبيرة عموما لكن توجهات الإيرانيين التغطية على مشروعها بقضية فلسطين خلت هاي الميليشيات التابعة لإيران تتحدث في فلسطين وعموما يعني إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة في الحديث عن فلسطين أذهب إلى لبنان وهو الوضع الحالي الذي جرى ما جرى في لبنان بعد القصف الإسرائيلي للبنان قصف الصهيوني وبغض النظر على النتائج التي حصلت لكن دعونا نقول أولا اللبنانيين شعب عربي واللبنانيين يعني من الشعوب الطيبة والغلوقة والذواقة والأتيلة يعني لها نفسها ولها مكانتها في الأمة العربية وكان دور كبير جدا جدا في وعدة العرب وفي قوميتهم في الدفاع عنهم وتحملت كثير لكن اللي خلينا نتكلم هذا الموضوع يعني وربطناه ويغزة والحديث عن فلسطينيين الميليشيات ونحن نعرف أنه في العراق من يتحكم بالسياسة العراقية رؤوس عديدة وأضعفها مثل ما قلنا كثيرا هي هو رأس الحكومة الرؤوس الباقي هي المتحكمة ورؤوس الميليشيات نقصد رؤوس هاي الأحزاب العاكمة في العراق والرأس الكبير الذي يعكم في العراق هي إيران وإذا فجأة يعني يظهر أنه قياداتنا قيادات الأحزاب وقصد قيادات العملية السياسية وقيادات الحزبية وهذه التي تدعي أنها قيادات للعراقيين تبدي تعاطفا كبيرا مع اللبنانيين وأنت تسأل وأنا أسأل والكل يسألون شيء عسلنا ما نعلاك نسألك عراقيين يعني ما سر هذا التعاطف إذا كان سره عربيين فأنت أساسا كتبتوا الدستور لم تقبلوا أن تشيروا في الدستور إلى أن العراق بلد عربي ما قبلته واعتزيتوا بهذا الدستور وقلتوا هو هذا الدستور الحقيقي وما قبلتوا أن تكتبوا أن البلد عربي وهو عربي وخرجتوا من الملك وكثير ما قلنا أن الجامعة العربية عليش قبل العراق إذا هو لا يعترف بأنه بلد عربي أن العرب اللي موجودين في العراق فهم ما عرف شنو كذا هذا بالدستور وهذا أرجع للدستور الكاتبي إذا ليس من منطلق عربي وإذا كان من منطلق إسلامي فحصلت كوارث كثير في دول الإسلام واخرها يعني كثير كثير في مناطق كثيرة كثيرة في العالم لم تتحرك ولم تصدر فتاوى ولم يصدر أحد ولم يصدر توجيه ولم يصدر هذا التعاطف ولم تفعلوا ما فعلتموه غريبة طيب إذا هو من الوضع إسلامي ما لكم علاقة بالإسلام لأن الكوارث وصلت في بلدان إسلامية كثيرة في باكستان صارت كوارث في بنغلاديش هذه اللي غرقت وأهلها أفقر الناس وما يدرون أن يعيشون ليش ما دعيتهم مسلمين كلهم مسلمين ليش ما قلت لهم تعالوا ما لا يمكن إذن مو منطلق لا منطلق عربي لا منطلق إسلام طيب من أي منطلق نرجع إلى نفس التوصيف اللي فرض على العراقيين مع الأسف الشديد على السنة والشيعة والكرد والعرب والمسيعين الطائفي التقسيم هذه التقسيمات الطائفي والمحاصصات إذن من منطلق طائفي لو حصلت هذه الكارثة في الشمال اللبناني ما كان استدعوه ما كان قبله أن لا أقول هذا لأن لأن نتحدث عن سنة وشيعة بين هلالي لا بس لأن نواقع الحال هكذا هكذا جرت الأمور وزارة التربية تصدر أمر تقول قبلوهم بالمدارس حسب ادعاهم بأي صف يقول أنا قبلوه بالجامعات في أي صف يقول قبلوه ماشي على رأسه ذولة عرب وخطيئة وناس وإنسانيين وذولة هلنا ومن حقهم ماشي والسوداني يقول سهلوا لهم القبول في السفر إلى العراق حتى بدون وثاق جيبوهم ركوهم مطائرات و جيبوهم طيب إذا كان من هذا المنطلق فأنت تقبل هؤلاء لأنه شنو مسلمين عراب خلقوا ما يخالف ماشي ومطاعفهم طيب مو أنت أهل بلدك صارت بهم مشاكل كثيرة صارت بهم مصايب كبيرة وهذا الحديث مر أخرى أقول ليس له علاقة بسنة وشيعة هذا إلى علاقة بحوادث وقاع حصلت والكل يعرفها والكل لا يمكن أن ينكرها محافظاتهم ضربت من قبل الجيش وقبل القوات الأمريكية 2016 بسعب داعش وغير داعش والناس توجهت من الفلوجة للرمادي وعلى جسر بزيابز لدخولهم بغداد لم تسمحوا لهم بدخول بغداد ألم يحصل هذا؟ والناس ماتت على جسر بزيابز نساء حوامل ولدا على هذا الجسر وقسم ماتهم بأمراض كبيرة ناس كانت تتوسل بكم حتى يدخلوا إلى المستشفى بأمه وأبوه ناس الكبار مقدرتوا اعتقلتوا عشرة آلاف اعتقلتوا من الشباب واحد من الشباب اعتقلوه سيلوهم قلوهم ليش اعتقلتوا هذا الوضع ما عندي غير هاي أمه قال ملابس دجداشة شو كصيرونة قال والله ما عندي غير خير دجداشة شو كصيرة فهو داعش انتوا ابناء بلدكم ما فتحتوا له المجال حتى يدخلون مدينتهم بغداد بغداد معاصمة للجميع ما دخلتوهم وانتوا عدكم مليونين شرطي جندي اذا عليهم شيء راح تقدرون تراقبوهم تقدرون تعرفوهم لكن لم تدد وظلوا بالبر وظلوا بالبرد والحر والمصائب والأمراض وماتوا كثير من عدهم وآلاف من عدهم من شبابهم أخذتوهم وضيعتوهم وراحوا ألم يحصل هذا ما حصل والعالم كله شافه والناس كله شافته وحتى الصحف والوكالات الأجنبية غطته سواء سي ان ان سواء الرويترز بي بي سي غيرها كلها غطوها طيب لماذا اذا كان انت مع ابناء بلدك لم تقبل ان تتصرف بالشكل الاخلاقي كيف تصرفت مع الاخرين ربما علي نقف الى هنا واكمل في الحلقة القادمة لان وقد هذا الحلقة انتهى اترككم بخير والتقيكم في حلقة الاخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة